السلام عليكم. تمنى تكونوا بخير. كما كتعرفوا بان الشعب المغربي عاش ليلة امس الجمعة تمنياش وتنبير الفين وثلاثة وعشرين حالة ميناء الخوف والهلع. اثرى وقوع الزلزال في مختلف مناطق المملكة. الشي اللي خلا خسائر مادي وبشرية في البعض من هاد المناطق. بحيث تم تسجيل الى حدود اليوم السبت الف وسبعة وثلاثين حالة وفاة وسبعمية وواحدة وعشرين ميناء الجرحى. ولعل اكثر الخسائر في اقليم الحوز. الله يرحمهم ويصبر الاهل لهم. انا لله وانا اليه راجعوا. اعلن لمعه هاد المغربي للجيوفيزياء. تسجيل واحد الهزة ارضية وصلت القوة ديالها لسبعة درجة على سلم ريختر. وهذا الشي اللي سجلته الشبكة الوطنية لرصد الزلزيل. واوضح لمعه هاد في النشرة اندارية مشتركة مع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني. ان هاد الهزة تم تحديد مركز ديالها في جماعة ايغيل التابعة لقليم الحوز النواحي من ركش. بعد الساعة 11 ديال الليل و11 دقيقة. دابا غادي نشوف كيفاش فسروا العلماء المسلمين حدوث الزلازل. هناك تداخل ما بين التفسير العلمي والديني لهذا الحدث الجيولوجي المدمر. بحيث كيدفع به واحد العدد من العلماء المسلمين الاقدمين الى حالة من الآيات المنذرة والعلامات المحذرة لقوله تعالى وما نرسل بالآيات الا تخويفة. صدق الله العظيم. في محاولة التفسير العلمي لظاهرة حدوث الزلازل كي يقول ابن سيناء بان الزلازل السبب ديالها هو الضغط الجوي لكي يزيد من الحدة ديال اللي احتباس الحراري داخل الارض. وكي يدي للخسف ولا الزلزال. بحيث كي يقول بان الزلزال كيوقع ياما بخروج الرياح المحتباسة. الرياح كيكون محبوس كيخرج. ولا دخول الهواء الارض. واكتر ما كتكون هات الزلازل من اللي ما كتكونش الرياح. وفي اغلب الاوقات من اللي كيسالي الزلزال كيتبعو هبوب الريح. لان ذوك الرياح اللي كانوا محبوسين وقع الزلزال وخرجوه الى الخارج. كتير ما كتكون في وقت الزلزال غمامة والجو كيكون مضبب. هذا فيما يخص تفسير ديال ابن سيناء. اما الجغرافي العربي القزويني. كيشوف بان الارض من اللي كتكون صلبة. قاسحة. وفي الداخل ديالها كيكون الرياح. كيكون الدخان. اللي فيهم الغازات. ذوك الغازات كيبغيو يخرجوا. ما كيقاوش من اللي يخرجوا. والنتيجة ديال ضغط ديالها كي تتولد هات الزلزال. الدخان والبخار. من اللي كيكونوا كتيروا كي تجمعوا تحت الارض. وما كتتقاومها لذرودة باش توليمها. وتكون المادة ديالها كثيرة. ما كتتقبلش تحلل. في درجة حرارة الدنيا. ويكون وجه الارض صلب يعني قاسح. ما كتلقاش ذوك البخارات. منافيد والمسام باش تطلع فوق الارض. كييجي الضغط والاهتزاز للارض. مما يؤدي الى حدوث الطيراب. والعلماء المسلمون كيقدموا لنا مقترحات. باش تقلل مخاطر حدوث الزلازل. بحيث كيشوف ابن سينا في الموسوعة دياله العلمية الموسومة بالشفاء. انه الى في ديك المناطق اللي كيكونوا فيها الزلازل تم حفر الابر بكثرة وشق القناوات. فاحتمال حدوث الزلازل غدين قص. وحتى الخاطر غدين قص. لان ديك الغازات اللي لنا في بطين الارض. كتلقى مسارد من تخرج الى ظاهر الارض في الهواء. في يقول شيخ الاسلام ابن تيمية بان الزلازل من الايات اللي كيخوف بها الله العباد دياله. كما كيخوفهم بالكسوف وغيره من الايات. والحوادث لها اسباب وحكم. ومن الاسباب دياله انضغاط ديال ذاك البخار في جوف الارض. كما كينضغط الريح مع الماء في مكان ضيق. من اللي كينضغط كيطلب المخرج. ويشقه ويزلزل ما قرب منه من الارض. غد نكون وصلنا النهاية ديالفيديو. كنتم نيكونا الاعجاب ديالكم. ومن اخرى كنت لبوا الله سبحانه وتعالى يرحمد الناس ويغفر لهم وارزق الاهل ديالهم الصبر. انا لله وانا اليه راجعون. السلام عليكم. اشتركوا في القناة